اشتركوا في القناة فنانين متجاوزين علشان كده زي باب نقول بقى عايزين نرحب الأول بالممثلة الجميلة أسماء عثمان صباح الفل يا أسماء صباح النور يا رايز يعني أولا عايزة أعرفكوا على أسماء قبل ما نبتدي كده كلنا طبعا بنحترم وبنجل جدا الفنانة الجميلة شيرين عبدالوهاب بس يمكن شيرين عبدالوهاب لأنها تلقائية وعفوية بزيادة عن اللزوم أحيانا بتتحط في شوية مشاكل كده في الإعلام فأسماء شبهها كده شوية إن شاء الله أنا شبه محمد رمضان بس أنا هبقى نمبرون من الستات بس يا ليل بس أستاذ أشرف يسمع رسالتي يعني ما يوصل لأستاذ أشرف بس نرحب بالراجل نرحب بالراجل شفت يا جماعة احنا لسه بنقول يا هادي عايزين نرحب كمان بي الممثل الجميل وهو بقى زوج أسماء أسماء و هو عمري مالك صباح الفل يا عبد صباح الفل يا رايزة منور الدنيا أنا حسس كده أن احنا نقعد نتكلم من ونت النهاردة يارين بس المهم الحلقة تعدي على خير طيب الأول خلينا إيه قبل ما ندخل في موضوع الحلقة نفس وفي صلبها عرفوني الأول بيكم الأول أكتر بدأت وإمتى بيتمثلوا بقى لكوا قد إيه وهكذا تفضلي يا أسماء أنا أسماء بمثل بقى لي ثلاث سنين بس للأسف أستاذ أشرف لسه ما اكتشفنيش أشرف عبد الباقي ومن هنا بوجه رسالتي لي بقول له حضرتك اكتشفت مصر كلها ولمتها في مصرح مصر ونسيت تكتشفني أنا وأنا عارف أنه هيكتشفني والله هياخد علي يعني هيكسب كامل إن شاء الله طيب كويس جدا عمر أنا بدأت من ثلاث سنين برضو بدأت في المصرح وكده كنت داخل ورشة وخلصت الورشة دي وعملت عرض في الثاني في الثالث لحد بقى ما وصلت الاستراحة والحمد لله لحد الوقت ينسى مكمل أحب المصرح جدا كويس جدا لسه قلت أسألك بتميل إيه أكتر يعني يمكن بنشوف وممكن نشوف كمان وإحنا بنتكلم حاجات فيديو بتعملوها أنت بالنسبة لك بقى كعمر تحب المصرح أكتر ولا الكاميرا هو المصرح الفكرة فيه إنه هو أنت الفيدباك بتاعك بتاخده في وقتها يعني إذا كنت أنت عملت حاجة كويسة هتلاقي الفيدباك بتاعك كويس جدا لو أنت عملت حاجة نص نص برضوك هتلاقي نفس ردة الفعل فتعرف تطور من نفسك بطريقة أسرع لكن بالنسبة للسينما بقى يعني أنت مبدئيا بتفضل تعيد كتير وتستنى بعد فترة لما بيجي لك ردة الفعل يعني بتستنى فترة كبيرة جدا لما تشوف ردة الفعل وبتحاول تطور من نفسك بس في كل تها الحالتين أنا بحب الاتنين كويس جدا حالو جدا وبما أنه ممثل فأكيد يعني مهم جدا أن أنا لو ممثل ودي رسالة لكل المواهب اللي بتتفرج علينا دلوقتي مهم جدا أن أنت ما تحصرش نفسك في حاجة واحدة لأنه فيه ناس مهتمة بمصرح بس فيه ناس مهتمة بأفلام قصيرة بس لكن ممثل لازم تجرب ده وده وده طيب أسماء قوليلي بقى إيه أكتر حاجة بتحبيها في التمثيل يعني لونك المفضل إيه كوميدي كوميدي كلعاب كوميدي حلو يعني أو الأدوار الشريرة اللي أنت حطتها لي دي أنا مش شريرة على فكرة هاي أسماء كمان يا جماعة ممثلة شطر اللي اتنين بصراحة شطرين جدا لأنني طبعا اشتغلت معاهم وبشوف أعمالهم عاملة إزاي طيب تعالوا بقى ندخل كمان جوا بقى موضوع حلقاتنا وانتو اتنين فنانين متجوزين دي نقطة مهمة جدا أولا نقول لي كده ولا نسأل أسماء نسأل أسماء وليه لأسماء في حاجة تأثرت في حياتك بعد ما تجوزتي في الجانب الفني ولا لسه زي ما انت طريقة ماشي هو أنا لقي إن أنا مخلفة فالمشكلة عندي إن أنا بقيت يعني أنا كنت يعني لو أنا ما كنتش متجوزة كان زماني عملة نطط من مصرح لمصرح من عرض لعرض لكن دلوقتي بنتي يعني لو لو لقيتني وقفة على المصرح هتلم علي أم تلاقي إلي إلا الله ربنا باركلك فيها رب ويخلالك طيب عمر بيتوفق إزاي بقى وانتو الاتنين أصلا متوفاوا إزاي بقى أنتو الاتنين شغالين في المئنة ما هي المشكلة إن الواحد قبل الجواز بيبقى حاجة بيبقى مع وقت طويل جدا مع وقت يعمل كل حاجة وأي حاجة لكن بعد الجواز بقى بيقش بقى في مفرامة الدنيا كلها فبيبقى شايل هم بقى البيت وشايل هم شغله وشايل هم المجال اللي هو عايز يعمل فيه حاجة فكل ده بيبقى صعب شوية إن انت توفق في الحاجات دي كلها في وقت واحد أو مع مرور الوقت بتلاقي في حاجات بتقع منك حاجات بتتنسي حاجات بتأثر فيها كتير جدا فبيبقى فيه أولويات بتتطرق إن انت تسيب حاجات كتير علشان تهتم بيها جميل كويس جدا طيب أسماء وليلي بقى أسماء بما إنكم متجاوزين بتتعاملي مع أدواره إزاي يعني مثلا عارفة فكرة أنتو كمان مفروض جوه المجال مع بعض يعني فاهمين الشغلانة بس بتتعاملي معاي إزاي لإنه دايما الست بالزاد بيبقى عندها كده فيه سنس مهما كانت مين إن شان ما تكون أكبر منصب في الدنيا لكن الستي ببقى فيه حتى كده ما بفعش تتخلق أنا وهي الغيلة أوه وهقول لك عليها هقول لك هؤلت الدخالي أصلا في اختياراته أولا بتدخل بسهما بيعمل اللي عايزه وبرضو بنكد عليه يعني بص بتكلم بتقول بنكد عليه وكأنه ده طبيعي يعني أوه لا لا دي حاجة عادية جدا بالنسبة لها اللي هو يعني ده نكد إيه مشكلة يعني أنا بنكد عليه طب يعني إيه 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 اللي بالنسبة لك ما يعملهوش مثلا سواء مصرح أو كمان هو مبدئين ميبسوش لوحدة ميبسوش لوحدة طبعه يعني هو ما يطلعش يبقى في لوف ستوري في قداء في فيلم مثلا هقتله همسل معاه لوحدة هحظر بس بطايلة همسل معاه لوحدة ولا يمسك إيد واحدة وطبعا بعد الملمس بقى برضو ما فيش يعني إذا كاتمسك إيد مش موجودة هو أصلا مش هيبس لوحدة فأجيب مش هامل حاجة ثانية أوه بس طيب كويس إنتا وإنتا موافق على الكلام ده أنا بفوق كرات في البيت الفن أصلاً يعني بيقدم رسالة في الأول وفي الآخر يعني نقدمها كويس وبشكل مشرف يا ما نقدمهاش خالص صحيح نقدميني وجهة نظر طيب كويس جداً أنا حقيقة مبسوط بالفقرة النهاردة لأنها فعلاً زي ما قولنا كده مختلفة مش بس الفنية ونرجع بقى لسؤال حلقتنا ما ينفعش أكيد نخلص حلقتنا نعرف أنك عايز تقولي حاجة ما بيصبروش أصلاً راجل في الأول وفي الآخر يا جماعة برضو فعارف الست أنت تتعامل إزاي بس نرجع للسؤال والروح لأسماء الأول لأنه أنت أرد فعلك هيبقى لطيف قوليه لأسماء بما أنه النهاردة منتكلم عن إزاي تختار شريك حياتك وإنت النهاردة الحمد لله اخترت شريك حياتك والحمد لله متجوزين ومخلفين والدنيا جميلة مفننين فمخينة كبير قوليه إزاي اختار شريك حياتي ودي كمان يعني نتكلم كده يمكن نصيحة لكل حد شاب مقبل على الجواز ونصيحة لكل فتاة والفتاة أولا هو موضوع الاختيار دا ما بيجيش زيما الناس بتفتكر بقى أن أنا بجيب لستة واختاروا الكلام الفوازي دا لا خالص وكل الموضوع بيبدأ الشاب يدخل على البنت يعمل لها إيه؟ أول حاجة يدعي الاهتمام وعلى رأي عمر الدياب طبعا دايما البدايات بتبقى حلوة أه حلوة البدايات وبعد كده تلاقيه مجرد لما هو ادعي الاهتمام هي تشدت له طب أنت اختبتيه إزاي؟ ما هو الداني اللي اهتمامي اتشدت له قام نفضلي وبعدين قال لي إيه؟ يلا نتجاوز قلت له قشته ماشي على طول ما فيش مشكلة طيب تمام عمر إزاي نختار شريك حياته؟ والله هو انت بتعلى فكرة سواني بس انت بتقصني بطهد بطهد انت بتقصني أنا ما كملتش على فكرة طب أخذ منه كلمتين علشان أقول كمان مشاهدين قالوا إيه؟ ماشي قل على حسب طبعاً كل واحد بيبقى لي مقاييس معينة بيختار بيها فمن وجهة نظري أنا أنا كان يهمني أكتر ان في وسط الناس دي كلها أو في وسط الحاجات الوحشة كلها ان أنا رأي حد فعلاً قلبه طيب جداً هي عفوية بس قلبها طيب جداً واللي في لسانة يعني اللي في قلبها على لسانة بس فدي أكتر حاجة شدتني لها ان هي كويسة جداً وهي يعني ما بتلميش ودنها للناس وكده مهم جداً على فكرة النوطة دي اه ان هي ما حصلش ما بيننا مشكلة ولقيتها انها قاعدت تشتكيني لأكتر من حد أو حد غريب الكلام ده ما بتطلعش يعني حاجة زي كده بتبقى بيني وما بينها وما فيش أي مشاكل فيها تماماً بنحلي المشاكل ما بيننا وما بين بعض يعتبر مفيش مشكلة بتطلع بره البيت كويس ان احنا شباب ونبقى بنفكر بالطريقة دي بس تعالوا يعني قبل ما اخد منهم بقى اخر حاجة علشان نقولولنا خطاتهم اللي جاية تعالوا نقول كده ويمكن احنا احنا اقوم مرة نعمل ده في برنامجنا النهاردة ان احنا كنا منازلين السؤال ده على صفحة برنامجنا استراحة ازاي تختار شريك حياتك تعالوا نشوف الناس قالت لنا ايه في عندنا مثلاً حبيبة لأ فيه حبيبة قالت لا يا عم مش لاعب مش عايزة تقول ازاي تختار الشريك فيه حد تاني بيقول اهم حاجة تقوى لا تقوى الله لانها لما تكون طقية ستكون صادقة مخلصة وفية حنونة ستكون امرأة صالحة فيه كمان محمود بيقولنا انه يكون في تفاهم ويكون في احترام ويكون في اخلاص في التعامل ويكون في ثقة متبادلة ما بين الطرفين كواس جداً وبعد كده بييجي الحب شيمو بتقول يكون مخلص ليا اهم حاجة طب دي هعرفها ازاي وانا لسه بختاره اسماء ده انتي بتقول اهم معيار الاحترام اهو اكملنا كلامك اهو شفت توتة بتقول مفيش معيار او سبب للاختيار لانك ببساطة لو حبيت شخص عشان سبب حبك هيزول بزوال السبب لا على فكرة بعد الجواز بيروح لوحدة من غير اسباب طيب غندي بيقول شركة حياتي مش عايز لها معايير علشان انا مش داخل مؤيسة ولا مزاد على المثالية ما بيننا هي تقول معايير وانا اقول معايير وبعدين نلاقي نفسنا بعد كده دخلنا في معايرة محمد بيقول الاخلاص والرضا والتفاهم اهم حاجة واخيرا مينة لو فيه حب يبقى ما فيش حاجة اسمها معايير المهم يبقى فيه حب من الطرفين حلو جدا كلامكو اللي انت قلتوه وحلو جدا تواصل مشاهدين معنا واخر سؤال بقى سأقولكو ايه خطواتكو الفنية اللي جاية بقى نبتدي بعمر بقى المرة دي والله ايه يعني هو انا عندي كام خطوة اهمها البيتي وشغلي واننا اعمل حاجة فعلا تأثر في الناس او او اننا اعمل حاجة تبقى منورة في وسط الحاجات اللي بتطلع دي كلها يعني من وجهة نظري او هدفي اننا اعمل فن فعلا هادف اقدم رسالة فعلا تكون صح وتوصل للناس الصح كويس جدا اسماء قولي لي خطواتك اللي جاية ومش عايز اكتب ايه يا باب اعمل في نفسك حاجة علشان متخنقش معي انا بعد ما انخلص هو انا نفسي بصراحة ان الدنيا بتاعت التمثيل او الفن يكتشفوا بقى الشباب يعني مش كل حاجة يا امه وسطة يا امه حاجة تاني اه ليه ما يعني بعد اذنك يا استاذ اشرف انت لميت مصر كلها في مصرح مصر وانسيت تلمني معاهم يعني تمام شجير سالة شكرا يا اسماء انا سعيد جدا بوجودك وسعيد جدا بوجودك جدا يا عمر اتبسطت حقيقي من الفقرة دي معلش نبقى نكمل نعمل لايف يا جماعة على صفحة برنامجة بقى ما نخلص انا وعمر واسماء كنت سعيد جدا بحلقة النهاردة وسعيد بزملائي اللي في الفقرة الاولى والتانية وسعيد بضيوفي اللي نوروني وهي زي ما بنختم بقى كالعادة ونقول من دلوقتي للحلقة اللي جاية هناخد بريك ونفصل شوية شكرا شكرا